واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للاستماع إلى عدد من الوزراء استمعت اللجنة خلال النصف الأول من اليوم إلى وزراء الصناعة قطع الأعمال العام والإنتاج الحربي كما استمعت اللجنة في الجلسة الثانية من اجتماعات اليوم إلى وزراء النقل طيران المدني السياحة والأثار بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي واستعرضت اللجنة خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة خلال الجلسة الثانية والتي أكدت أن من ضمن أهدافها هو جعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية كما استعرضت اللجنة خطة وزارة السياحة التي أكدت أن من أبرز مستدفتها هو الوصول إلى 30 مليون سائح مع العمل على تنوع الأنماط السياحية واستغلال المقاومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها اشتركوا في القناة